انتهى مجلس اماني الحوار الوطني على مدار جلساته الدورية السابقة وبالاجماع من سياغة وبلورة المحاور الرئيسية الثلاث واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني والمقرر انطلاقها خلال ايام القليلة القادمة ومن المقرر ان يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الاهلي والشخصيات العامة والخبراء وكان المجلس قد توافق على تسع عشرة لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسية الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي ويشمل الوحمر السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات